بعد أزمة مالية خانقة عاشها العراقيون هذا العام تتزايد المخوف من المؤشرات المالية والاقتصادية للعراق في العام المقبل لا سيما مع استمرار مؤشرات انخفاض أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته الحكومة وبعد نجوئها للاقتراض من أجل دفع رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى أقرت قانون موازنة العام 2021 والتي بلغت 150 تريليون دينار عراقي وبعدز مالي كبير وصل إلى 58 تريليون دينار عراقي أي أكثر من ثلث حجم الموازنة التي يصرف العراق الجزء الأكبر منها تحت عنوان النفقات التشغيلية وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراقيون ومخوف تدهور الأوضاع المالية بشكل أكبر مستقبلا إلا أن الحكومة حريصت في موازنة عام 2021 على تخصيص الجزء الأكبر منها لمنفات التسليح والدفاع فضلا عن تخصيصات ميليشية الحجدة موازنة العام المقبل تضمنت تخصيص أكثر من تريليونين و400 مليار دينار عراقي لنفقات هيئة ميليشيات الحجدة التي ينتمي عناصرها إلى ميليشيات مدعومة من قبل إيران كميليشيات بدر والعصائب وحزب الله وغيرها والمتهم الأول بقتل العراقيين في بغداد والمحافظات أثناء تظاهرة ثورة تشرين موازنة ميليشيات الحجدة تزيد لوحدها على ما يعادل مجموعة موازنات وزارات العدل والخارجية والثقافة والموارد المائية والتخطيط والنقل كما تزيد على موازنات محافظات نينوى وذيقار والنجف والقدسية مجتمعة رغم أن هذه المحافظات وغيرها تعاني من الإهمال والتوقف أغلب المشاريع بذريعة عدم وجود التخصيصات المالية لها خبراء الاقتصاد أكدوا أن تخصيص هذه المبالغ الكبيرة للتسليح والدفاع أمر غير منطقي في الوقت الذي يمر فيه العراق بأزمة مالية كبيرة لم يشهد مثلها منذ عقود إقرار الحكومة للموازنة زاد من مخاوف الشارع العراقي بسبب تضمنها قرار خفض قيمة الدينار العراقي والذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والبضائع لاسيما الغذائية منها ترجمة نانسي قنقر